بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان حساب نهايات الدوال المثلثية للثالثة ثانوي رقم واحد عن صحبه شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شعبة تسير واقتصاد لأنه تمرين رائع وشامل حيث قال أحسب نهاية الدالة F في كل حالة من الحالات التالية عندنا واحد F لX تسيرنا سينش 6X على X قال النهاية عند ماذا؟ عند الصفر وعندنا ثانيا F لX تسيرنا سينش 2X على جدر X عند الزائد من النهاية وعند الصفر ثالثا عندنا F لX تسيرنا X في سينش X على واحد ناقص كوس X عند كذلك عند الصفر ورابعا وأخيرا قال F لX تسيرنا 1 ناقص كوس X على X مربع عند ماذا؟ عند الصفر إذن ننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن ننطلق أبنائي في المثال الأول الذي هو F لX تسيرنا سينش 6X على X عند ماذا؟ عند الصفر إذن نكتب هنا حساب النهاية في كل حالة إذن أولا عندنا Limit ماذا؟ Limit سينش 6X على X لما X يقول إلى الصفر لو نعوذ تعويض مباشر أبنائي هنا تصبح 6 في صفر هو صفر وهنا صفر لكن سينش 0 ما هو صفر على صفر؟ إنها حالة عدم التعيين لماذا؟ لأنا ذكرت في حالات التعيين مبرمجة علينا في سنة ثالثة ثانويل اللي هي الصفر على صفر والمالة نهاية على المالة لا يهم الزائد أو الناقص والناقص مالة نهاية مع الزائد من الجمع ليس فيه وعندنا الصفر في المالة نهاية هذه هي الحالات المبرمجة علينا اللي هي أربع حالات لكن مثالنا هو صفر على صفر وأنا ذكرت عدة مرات قلت لما نجد الحالة صفر على صفر إذا كانت الدلة هذه كثير حدود على كثير حدود فنستعمل الإختزاء أما إذا كانت غير كثير حدود لو تلاحظون هذه الدلة مثلثية اللي هي السينيس أو كانت الكوس أو الجذرية أو كذلك ما نسميه اللغة الاتمية أو الأسية فهنا نتذكر شيء إنه العدد المشتق العدد المشتق لما نجد صفر على صفر يعني حتى نحل هذا اللغز العدد المشتق هنا نفرض الدلة اللي هي جي نقول لتكن الدلة جي هكذا حيث عبارة هذه الدلة جي هي هذه أبناء إنها ماذا التي هي ماذا اللي هي السينيس ستة إكس القابلة لمن للاشتقاق عند العدد الذي نحسب عنده النهاية عند صفر وماذا وتصبح لنا ماذا تصبح لنا جي فتحة لإكس تساوي ذلك أركزوا أرجوكم معناها نأتي بهذه الدالة نقوم بعملية الاشتقاق لها هذه لا تنسوا أنها الدالة مركبة الدالة المركبة ما هي هذه ستة إكس مركب الدلة سينيس ماذا تقول لما نشتق مركب الدلتين احذروا تقول قاعدة مشتق هذه التي تكون بالداخل مشتق ستة إكس أكيد هي هو ستة في مشتق هذه التي تكون خارجا ما هو مشتق السينيس هو الكوس في هو هنا تبقى هنا ستة إكس أعيد حتى تفهموا مشتق مركب دلتين إذا كانت عندنا هكذا اف دائرة جي او تقرأ جي تركيب اف مشتقاتهم ماذا تقول القاعدة تقول مشتق هذه البنت التي تكون في البطن جي فتحة في مشتق الاف لكن الجي تبقى في بطن أمها حتى تفهموا هكذا اعيد حتى تفهموا لأن الكثير لا يفهم كيف يشتق مركب دلتين هنا لو نأتي الآن إلى سينيس قلت ستة إكس هذه مركب دلتين المشتق لديها ماذا يقول يقول مشتق هذه البنت يعني مشتق ستة إكس ما هو هو ستة في مشتق هذه الأم مشتق السينيس هو الكوسينيس لكن هذه الكتابة تبقى هنا في البطن معناه هنا ستة إكس إذن حتى تفظوها مشتق البنت في مشتق الأم للبنت حتى تفهموا الفكرة بقاعدة التركيب إذن مشتق مركب دلتين هو مشتق هذا الذي يكون بالخارج وهنا تبقى دائما البنت في بطن أمها أرجو قد فهمتم الآن كيف عملية مشتق مركب دلتين إذن فهنا ستقول القاعدة تساوي هنا جي فتحة لمن لصفر جي فتحة لصفر معناه نأتي إلى هذه العبارة فقط ونقوم بعملية التعويض بكل بسط يقول أحدكم وهذا الإكس لا نهتم له أصلا لماذا لأن هذه النهاية في الأصل مكتوبة هكذا لميت جي لإكس ناقص جي لصفر على إكس ناقص صفر لما الإكس يقول إلى الصفر وتساوي لنا جي فتحة لصفر يعني ما نسميه العدد المشتق حتى تفهموا الفكرة جيدا وتساوي لنا ستة في كوس ماذا في كوس ستة في صفر وتساوي لنا ماذا تساوي لنا ستة في كوس ستة في صفر وهو الصفر وكوس الصفر معروف أنه واحد سبحانا ستة في واحد ألا وهي ستة إلى النهاية هذه تطي لكم ستة يعني أرجو قد فهمتم قاعدة ماذا العدد المشتق إذا قلت لما نجد صفر على الصفر والدالة ليس كثير هدود إما إنها الدالة مثلثية فنفكر أنه نختار نقول هذه نعتبرها الدالة جي ونقوم باشتقاقها ونعوذ فيها بالعدد صفر وهو الجواب بكل بساطة حتى تتفهموا الفكرة وأعطي لكم كذلك كقاعدة احفظوها في الحالة العامة إذا كان عندنا ركزوا لأن باقي الأمثلة سوف نختصر بهذا الجواب إذا كانت عندنا لمت هكذا سينس آ إكس على ماذا على آ إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر هذه تسوي لنا واحد احفظوها قلت تسوي لنا واحد مثلا إذا أعطيت لنا لمت سينس ستة إكس على ستة إكس ليس على الإكس مثل هذا على ستة إكس لما إكس يؤول إلى الصفر هذه مباشرة تعطي لكم واحد لماذا تعطي لنا واحد لأن هذا انظروا هذا لهو يشبه هذا ماذا أعطي لنا أعطي لنا ستة وبقيت لنا ستة هذه التي في المقام معناه على ستة وتسوي لنا واحد إذن الشيء الوحيد الذي عليكم أن تحفظوه بطريقة جد بسيطة أن كل نهاية مكتوبة على شكل سينس آ إكس على آ إكس لما إكس يؤول إلى الصفر تسوي لنا واحد مهما كان هذا آ حتى ولو كان هذا آ حتى نلخص الأمور حتى ولو كانت مكتوبة هكذا سينس آ إكس على إثنان على إكس على إثنان هكذا لما الإكس يؤول إلى الصفر فهذه تعطي لكم واحد مهما كان لأنها مكتوبة على شكل آ إكس آ إكس إلا أن آ في هذا المثال هو واحد على إثنان لأن هذه في الأصل مكتوبة هكذا للميت سينس آ إكس على واحد على إثنان في إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر وتسوي لنا واحد أرجو قد فهمتم الفكرة العامة لهذا الأمثلة من هذا النوع إذن بعد هذا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال وأرجو قد فهمتم قاعدة العدد المشتق نأتي الآن إلى المثال الثاني آ في إكس يسعي لنا سينس إثنان إكس على جذر إكس عند الزائد ماهي وعند الصفر ننطلق أولا بعند الصفر حتى يصل الأمر إذن عندنا كذلك لميت سينس ماذا؟ إثنان إكس على عفوا قلت على جذر إكس لما الإكس أولا يقول إلى الصفر لو نعوذ هنا بالصفر تصبح لنا سينس الصفر هو صفر وهنا صفر حالة عدم التعيين أكيد نفكر في العدد المشتق لكن ركزوا معي أرجوكم ما رأيكم أبنائي مع ماذا؟ مع إكس جذر إكس أكيد لا يساوي الصفر لأن الأمر متعلق بالمقام لاحظوا جيدا فيمكن أن نقوم بالضرب هنا في جذر إكس وهنا في جذر إكس فلا يحدث شيء ركزوا أرجوكم فطبعنا تساوينا لميت جذر إكس في سينس إثنان إكس على ماذا؟ على إكس لأن جذر إكس في جذر إكس يساوي إكس معا قلنا جذر إكس لا يساوي الصفر لأن النقام يجب أن يختلف عن الصفر لما إكس يقول إلى الصفر لكن نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذه القاعدة التي لميت سينس آ إكس على ماذا؟ على إكس لما إكس يقول إلى الصفر قلنا ها تساوينا واحد لكن هل هذه مكتوبة على هذا الشكل؟ لا إنما ينقصنا الإثنان نضرب هنا في إثنان وهنا في إثنان الكسر إذا ضرب في البسط والمقام في نفس الأعدد فلا يحدث شيء فيصبح لنا هذا ما هي قيمته؟ ها هي قيمته؟ كم؟ هي واحد فتصبح لنا تساوي لنا لميت ماذا؟ لميت إثنان قلنا في جذر إكس هكذا في سينس إثنان إكس على ماذا؟ على إثنان إكس هذه كم تعطي لكم؟ تعطي لنا قلنا واحد وهنا إكس قلنا يقول إلى الصفر عوضوا الآن هنا بالصفر صفر في إثنان إذن هنا نعوض قلنا هذه انتهى أمرها قد أعطت لنا واحد وهنا نعوض به الصفر إثنان في جذر الصفر هي الصفر الصفر في الواحد إنه الصفر إذن هذه النهاية تعطي لنا صفر إذن نهاية لميت أف لإكس لما الإكس يؤول إلى الصفر كم؟ إنها الصفر فقط أرجو قد فهمتم إذن هنا ماذا فعلت أبنائي أولا جعلتها مكتوبة على هذا الشكل كيف ذلك؟ ضربت البسط والمقام أولا في جذر إكس مع الجذر إكس لا يساوي الصفر لأنه يقع في المقام فبدلنا أنه بقي لنا هنا أن نكتبها على هذا الصغر فضربت هنا في إثنان وهنا في إثنان فقمت هنا بالتأطير هذا الذي باللون الأحمر أصبحت النهاية مشهورة إنها واحد فهنا أصبحت إثنان في صفر هو صفر في واحد إنه الصفر فقط الآن هذه فيما يخص عندما حسبناها عند ماذا؟ عند الصفر بقي لنا الآن أن نقوم بحسابها عند الزائد مالنهاية التي هي لميت ماذا؟ السينيس كذلك سينيس إثنان إكس على ماذا؟ على الجذر إكس لما الإكس قلنا يقول الآن إلى الزائد مالنهاية لاحظوا جيدا إذن ننطلق ما المعروف يا أبنائي أن هنا علينا أن نستغل بما أن الأمر متعلق بالمال نهاية نستعمل مبرهنة الحصر فنقول هكذا فالمعلوم أن السينيس إثنان إكس محصور أكيد ما بين الناقس واحد والواحد لا جدل السينيس دائما محصور ما بين الناقس واحد والواحد وعندنا من أجل ماذا؟ من أجل إكس أكبرت من السفر ها هو أكبرت من السفر لأنه يقع في المقام فإن ماذا؟ فإن جذر إكس يصبح كذلك أكبر من السفر أي ماذا؟ أي أن واحد على جذر إكس يبقى دائما أكبرت من السفر الآن إذا سمينا هذه المتبينة واحد نقول بضرب واحد في العدد واحد على جذر إكس لأن هذه القيمة مجابة تماما فلا تؤثر يا أبناني فتصبح لكم هكذا فتصبحنا واحد على جذر إكس أكبر أو يساوي ماذا؟ سينيس إثنان إكس على جذر إكس وأكبر أو يساوي ناقس واحد على جذر إكس ما معناه؟ معناه هنا ضربت في واحد على جذر إكس وهنا في واحد على جذر إكس وهنا في واحد على جذر إكس فلا يحدث شيء لأن هذا الواحد على جذر إكس قيمة مجابة تماما لكن هنا حسب مبارهنة الحصر المعروف يا أبناني أنه Limit 1 على جذر إكس لما x يؤول إلى الزائد ما لنهاية هي نفسها Limit ناقص 1 على جذر إكس لما X يقول إلى الزائل منها ويساعدنا الصفر لأن هنا تعطي لكم واحد على الملنة وهو صفر وهنا الواحد على الملنة إنه صفر نقول حسب مبرهنة من الحصر فإن ماذا فإن لميت ماذا لميت سينس 2X على على هكذا على جذر X لما X يقول إلى الزائل منها إذا كان هذه الجهة صفر وهذه الصفر فهذه كم تكون حسب مبرهنة الحصر فلا جدال أنها تصبح لنا كم تساوي لنا الصفر لاحظتم إذن وجدنا أنها لميت هذه الأفل X تساوي لنا الصفر ويمكن هناك التفسير بين نقول X يساوي ماذا الصفر أي F1 Y أعذروني لأن النهاية إذا حسبت عند الملنة وجدت عدد فنقول Y يساوي الصفر ذلك العدد مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل بل هو محور الفواصل لما يكون الصفر لما يكون Y يساوي الصفر حالة استثنائي أنه محور الفواصل هو مستقيم مقارب أفقي للمنحنى هذه الدلة فقط بعدما أنهينا مع هذا المثال سوف نتطرق الآن إلى المثال الثالث لكن نركز معي أن نحتاج إلى دساتر التحويل المثلثية يا أبنائي أولا نأتي إلى نقول لميت ماذا لميت X في سينيس عفوا نعم في سينيس X على واحد ناقص كوس X لما X يقول إلى الصفر ركزوا تصبح لنا الصفر في سيني السفر اللي هو صفر على واحد ناقص الكوس صفر كم هو واحد تصبح لنا صفر على صفر هنا حالة عدم التعيين لكن هنا ما أرجوكم يا أبنائي إلا التركيز معي لإزالة حالة دم التعيين في هذه الحالة لأن تحتاج إلى نوع من الذكاء أولا عندنا بعض العلاقات المثلثة التي عليكم أن تتذكروا أو أرجعوا إلى كتاب السنة الثانية ألا تقول واحد ناقص كوس X ماذا يساوي واحد ناقص كوس X يساوي إثنان في سينيس مربع X على إثنان قلت X على إثنان لأن الكثير نسي هذه العلاقات وعندنا كذلك أبنائي أن السينيس X يساوي ماذا يساوي إثنان في سينيس X على إثنان هكذا في كوس X على إثنان هذه قواعد مثلثية عليكم بحفظها أركزوا أرجوكم الآن ما علينا إلا التعويض فتصبح لنا هكذا X في سينيس X على واحد ناقص كوس X لما X يقول إلى الصفر يساوي نعوذ كل واحد بما يساوي تصبح لنا لميت ماذا أركزوا أرجوكم لا تنسوا أن هنا عندنا X يبقى يتبع تصبح لنا هكذا X في هذه القيمة هذه نعوذها في هذا الموضع فتصبح لنا إثنان في ماذا إثنان في سينيس X على إثنان في كوس X على إثنان على المقام المقام كذلك هذه نعوذ بها في هذا الموضع فتصبح لنا ماذا تصبح لنا إثنان في السينيس يمكن السينيس مربع هو السينيس X على إثنان في السينيس X على إثنان إذن قلت السينيس مربع هذا السينيس مربع X مثلو كمثل Y مربع هو Y في Y حتى تفهموا جيدا ماذا يحدث لما X أكيد يؤل إلى الصفر هنا يذهب هذا مع هذا ويذهب هذا مع هذا ودقيقوا ماذا يحصل تصبح لنا المت ماذا X في كوس X على إثنان على ماذا على هكذا على ماذا على سينيس X على إثنان لما X يؤل إلى الصفر ما زالت المشكلة ما زالت صفر على صفر دقيقوا هنا أرجوكم يا أبنائي الآن ما علينا تذكروا أنه قلت أنه Limit Sinis X على إثنان على X على إثنان لما X قلنا يؤل إلى صفر تذكروا أنه قلت هذه واحد ذكرتها في الأول حتى تنتبهوا لنا الآن ماذا يمكن أن نفعل الآن ما رأيكم أن نأتي إلى هنا نضرب في إثنان ونقسم على إثنان أركزوا ماذا أفعل يمكن أن نختازل هكذا لماذا أكتب هكذا حتى نكتبها على هذه السيغة يسهل علينا الأمر لأنه أضرب في إثنان وأقسم على إثنان لا يحدث شيء لاحظوا جيدا إذن ونكمل الآن أبنائي ودقيقوا معي نقطة نقطة كي تتعلموا تصبح لنا Limit ماذا Limit إثنان في Cos X على إثنان في ماذا لاحظوا جيدا في X على إثنان على Sinis X على إثنان هكذا لما X يقول إلى الصفر يعني لماذا اخترت هذا الشيء يعني هذا هذا مع هذا نتركه لوحده وهذا مع هذا أتركه حتى أتحصل على مقلوب هذه النهاية دقيقوا فقط يعني قضية خدع فقط إذن لاحظوا وانتبعوا معي الآن هذا كيف يمكن كتابته انظروا وتابعوا المعروف أن هذه تصبح لنا تسوي الليميت إثنان في كوس X على إثنان في واحد على Sinis X على إثنان على X على إثنان لأن كسر على كسر أنه هذا ينقلب فيصبح في هذا المكان حتى تفهم جيدا لكن طبقا لهذه القاعدة هذه القاعدة أليس هي نفسها هذه إنها كم إذن إنها واحد فتصبح لنا تسوي لنا ماذا إثنان في كوس 0 على إثنان في واحد على ماذا وقلنا هذه تشبه هذه تصبح لنا على واحد فتصبح لنا إثنان في كوس 0 هو 0 في 1 تسوي كم إثنان في كوس 0 كم هو الواحد في الواحد إذن هو إثنان فقط إذن نهاية هذه الدلة إذن limit أف لإكس لما إكس يقول إلى الصفر إنها كم إنها إثنان فقد أرجو قد فهمتم لأن باستغلال قلت دساتر تحويل المثلثية هذه عليكم أن تفهمها فكتبت فكتبت هذه الصيغة حتى سهل الأمر فأصبحت هذه نهاية مشهورة وهذه لا تحدث لنا شيء مع قلنا إكس يقول إلى الصفر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال أبنائي ولم تفهم شيء أعدوا الفيديو في هذه النقاط حتى تفهموه جيدا نأتي الآن إلى المثال الأخير كذلك الذي هو كذلك سوف نجد حالة دم تعيين لماذا أبنائي لأن الأمر متعلق هنا بالصفر وهنا الصفر فأصبح هنا كوس الصفر هو واحد واحد ناقص واحد صفر على صفر يقول أحدكم لماذا لم تستعمل العدد المشتق مثلما قلت لكن يا أبنائي هنا حذر هنا يوجد هنا إكس مربع لما إشكال لو كان عندنا هنا الإكس لأصبحت مكتوبة على حسب قانون العدد المشتق لكن هنا مكتوبة على إكس مربع فلا يمكن حتى تفهموا الفكرة جيدا حتى لا تخطيط الأمور فما هنا إلا لاستعانة بالعلاقات المثلثية نعود إلى العلاقة التي هي واحد ناقص كوس قلنا إكس قلنا تساوي إثنان في سينس مربع إكس على إثنان هذا الأمر الأول وتذكروا مثلما قلت كذلك أنه لميت سينس إكس على إثنان قلت على إكس على إثنان لما إكس قلنا يقول إلى صفر هذه تتحدثنا علي قلنا ها واحد تذكرها دائما إذن فتصبح لنا ماذا تصبح لنا لميت واحد ناقص كوس إكس على إكس مربع لما الإكس يقول إلى صفر تساوي لنا لميت إثنان في سينس مربع إكس على إثنان على ماذا على إكس مربع لما الإكس يقول إلى صفر لم تزل حالة دنتين حتى الآن أركز وأرجوكم ما رأيكم أبناء لو نضرب هنا في هذا المثال هنا عفوا هكذا لاحظوا نضرب في إثنان مربع ونقسم على إثنان مربع دقيقوا على ماذا سوف أكتبها على هذه السيغة حتى تفهم جيدا فتصبح لنا لميت ماذا إثنان في سينس إكس إثنان سينس مربع هكذا إكس على إثنان على أربعة في إكس مربع على ماذا على إثنان مربع يعني هذه مع هذه حتى تفهم جيدا فلما أكيد الإكس يقول إلى الصفر تصبح لنا تساوي لميت إثنان في سينس مربع إكس على إثنان على ماذا على أربعة في إكس على إثنان الكل مربع يعني هذا مع هذا بما أن لهم نفس التربيع فالتربيع استخرجناه الكل فواذهب هذا مع هذا مع قن إكس يقول إلى الصفر تصبح لنا تساوي دقيقوا أرجوكم تصبح لنا لميت واحد على إثنان وهي هذا مع هذا كم يعطينا واحد على إثنان وهذه يمكن كتابتها على هذه سينس لاحظوا لهي سينس إكس على إثنان على إكس على إثنان الكل مربع لماذا لأن هذه تكتب يعني سينس مربع إكس على إثنان هي سينس إكس على إثنان الكل مربع إحذار التربيع يكون لهذا ليس مثل هذا يعني حتى تفهموا جيدا أنه سينس مربع إكس على إثنان لا يساوي سينس إكس مربع على إثنان هذا غير متساويان أرجوكم فهذا التربيع المقصود به هو مثل هذا يعني التربيع الكل أما هذا المقصود به التربيع للإكس فقط ولهذا أرجوكم انتبهوا إلى هذه الأشياء الآن طبقا لهذه لأن هنا يوجد لنا مربع البسط ومربع المقام فأخذنا التربيع واستخرجناه إلى هذا المكان فأصبحت هذه القاعدة تطبق عليها هذه النهاية وهي كم وهي واحد أكيد مع قلنا الإكس دائما يقول إلى الصفر فتصبح لنا هذه تعطيكم واحد الواحد مربع كم واحد مضروف فيه نصف كم يعطي لنا أكيد النهاية تسألنا نصف فقط أبنائي أرجو قد فهمتم هذا المثال رقم أربعة ورقم ثلاثة قد استعملت قواعد دساتر التحويل المثلثية فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أرجو قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة ولعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته